موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث حذر خبراء اقتصادينا من أضرار ومخاضر إيداع الأموال وفتح الحسابات بشركات ومنشآت الصرافة والسحب والإيداع منها من قبل مواطنين والتجار وقال الخبراء إن هذه الظاهرة انتشرت بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب وما خلفت من تبعات ونهب لموارد الدولة من قبل ميليشيا الحوثية حيث تقوم شركات منشآت الصرافة بعمل البنوك في مخالفة قانونية صريحة وأضاف الخبراء أن عمال الصرافة تنحصر في التعاملات ببيع وشراء النقد الأجنبي والتحويلات والشركات المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج بإشراف ورقابة البنك المركزية مشيرين إلى أن شركات الصرافة باتت المتحكمة بالكتلة النقدية والعرض النقدية سواء بالريال اليمني أو بالعملات الصعبة وصد تقلص لدور البنوك بحثت قيادة البنك المركزي اليمني في عدم مع الرئيس التنفيذي لبنك الصحاري الدولي العماني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرفية بين اليمن وسلطنة عمان وقال بيان صادر على البنك المركزي إن اللقاء استعرض أهليات تعزيز التعاون المصرفي بين البنوك اليمنية والعمانية بتنظيم وتسجيل حركة الأموال عبر القنوات الرسمية بما يسهم في توسيع أفاق التعاون المصرفي بين البلدين أدانة اللجنة النقابية بشركة النفط في عدن إقدام قوة أمنية بإغلاق منشأة البريق النفطية الحيوية والتي تقوم بتوزيع المشتقات النفطية لتزويد الكهرباء وتمين محطات الحكومية والأهلية وقالت اللجنة النقابية في بيانا لها إن القدم على هكذا أفعال دون أي وجه حق إنما يريد مفتعلها تطيق القناق على المواطن سواء فيما يحتاج من خدماته كالكهرباء وغيرها والتي يعاني منها لساعات طويلة وخنقه وحرمانه من التزود بالوقود وأخيرا توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية أن يشهد معدل التضخم في الولايات المتحدة تباضعا كبيرا في العام المقبل 2023 وسجل مؤشر التضخم في أمريكا رتفاعا بنسبة 7.7% خلال أكتوبر مقارنة مع مستوياتي 8.12% في سبتمبر ترجمة نانسي قنقر